ابتسمت الضربات الترجحية للكويت والعربي في قبل نهاية أقل الكؤوس كأس حضر صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعا لكرة القدم عندما تمكن من تجاوز كاظمة والياربوك البزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير المحطة قبل الأخيرة لدرة الكؤوس وأغلاها كأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعا لكرة القدم اختتمت بتحديد طرفي المباراة النهائية فعال أستاذ صباح السالم بالنادي العربي استطاع الكويت من تجاوز كاظمة بصعوبة في مباراة تقدم فيها الأبيض أولا عن طريق ركلة جزاء سجل منها فيصل زايد هدف التقدم للكويت لكن عدل النتيجة بعد ذلك البرتغالي عن طريق المتألق بندر بورسلي لتتجه بعدها المباراة للأشواط الإضافية والتي استمر فيها التعادل الإيجابي أيضا وأتى حسم الأمور عبر الركلات الترجحية والتي ابتسمت بالنهاية للكويت معلن نفسه الطرف الأول للمباراة النهائية هاردلك إخوان اللعبي نادي كاظمة فيه محترم فيه الشاب في قدم باراة كبيرة داخل الملعب واليوم أيضا إخوان اللعبي كانوا رجال قدروا أن يركزون لمدة 120 دقيقة وأيضا لما رحنا ضربات الجزاء ترى أيضا ضربات الجزاء فيها تركيز كبير أعتقد اليوم كان لنا فرص كثيرة وأيضا نادي كاظمة كانت لها بعض الفرص يعني نبارك نادي الكويت صعودهم في النهائي وإحنا نبارك كذلك لفريقنا القادم إن شاء الله واليوم هاي متدري مباراة تركيز ترجيح فيها فائز وفيها خاسر اللهم لك الحمد ما قدم الفريق اليوم من مباراة تكاملة للمباراة القادسية وإن شاء الله القادم أفضل أما على استهد صدقة والسلام بنادي كاظمة فأخيم التعادل السلبي على مواجهة العربي واليرموك بل استمر أيضا للأشواط الإضافية في مباراة تكتيكية عالية صمد فيها اليرموك حتى أتت الركلات الترجيحية لفك شراكة ومعرفة الطرف الثاني للمباراة النهائية الركلة الترجيحية وللمرة الثانية ترجع كفة الفريق الواصل للمباراة النهائية لتبتسم للكتيبة العربوية ويصل الأخضر كطرف ثاني لنهاء درة الكؤسي وأغلها وسيواجه بذلك الكويت في نهاء مرتقب لمسك ختام الموسم الكروي راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت